السنة دي والحقيقة انا المنتدى بالنسبة الكتير من اعلميين عامل زي البيبي الصغير كده اللي بدأ بيجبر قدام وكده لغاية ما بقى شاب وجميل كده وبيجري وبيلعب كرة كل نسخة ما شاء الله تبارك الله بيتطور السنة دي شوفنا المنصة كان لسه الاسطار بيقول وفي ناس ما عارفتش تيجي والكورونا والاغلاقات والاتنين اللي من المغرب وغيرهم كتير فطلعتونا بفكرة المنصة يعني حاجة بصراحة عظيمة جدا يعني احنا كنا من البداية لما قررنا كنا هنعمله في 2020 ده الهدف الاسطار بتاعنا ان احنا هنعمله خلاص هنعمله فيرتوال والناس دي كلها هنعمل هتعز الكورونا كل واحد قاعد في بيته بالضبط كل واحد قاعد في بيته عشان بس نحافظ على ثقة الناس فينا واستمراريتنا ان احنا الهب بتاع الناس او الشباب في العالم كله اللي بيقدر يتكلم فيه عن نفسه وعن افكاره زي ما هو عايز صحيح وعلينا كانت فترة صعبة جدا ان الناس كلها كانت في حالة اكتئاب شديد جدا مش في مصر بس على مستوى العالم فكنا عايزين نديهم امل ان احنا لأ احنا مكملين حتى لو انت في بيتك فلما برضو الظروف كانت صعبة جدا بالنسبة لناس كتير طبعا الوضع كان لسه تجربة جديدة والوضع بالنسبة لدول تانية كان صعب انهم برضو شاركوا السنة دي لما قررنا نعمله في اخر الواحد وعشرين او اول اتنين وعشرين اتعامل هايبرد لا الناس تقدر تيجي تكون موجودة فعلا في ارض مصر في ارض شارم الشيخ والناس تانية مدراش تيجي يقدروا يكونوا موجودين معانا في احنا كان معانا السنة دي في اول جلسة كان الامين عامل الامر المتحدة كان موجود معانا كان موجود من مكتبه كان رئيس منظمة المصحة العالمية كان موجود من مكتبه وكان سعيد جدا جدا اللي محلا بعتناله وكان حضرتك مش لازم تيجي حضرتك من مكانك تقدر تشارك معانا وتعبر عن رؤيتك ليه الوضع الجديد وكانت رسالة طمأنينة كبيرة جدا للشباب كتير او للعالم كله ممثلة هيئة المعاونة الامريكية يو اس ايد كانت معايا في جل سيتي مسؤولة بنك الاعمار الاوروبي كانت موجودة معايا في جل سيتي الاتنين افتراضيا حاجة حاجة الحقيقة عظيمة جدا يعني